في ناس عاديين نفتح الزيوت العطرية عطر النعناع اللي هو الأوراجانو ده بيحتوي على عطر النعناع على وفرة من العناصر المضادة للتقيع ويصلح لعمل شاي ساخن ويستنشق أثناء تناوله ويمكن استخدامه كغسول للأنف كما يمكن إضافة قطرات منه إلى أي غسول أو أي أطعام مع تناوله بقوة تأثيره على فكرة في نحية مهمة جداً حاول هنا الحبق اللي هو نعناع المدينة الحبق نعناع المدينة لو جبنا هنا عود نعناع المدينة وحطناه في الاستوديو كل الناس يشموا ريحة النعناع حاجة منتخصصة جداً وعشان كده على فكرة عندنا كانوا في الصعيد يقولوا إيه لما واحد يتقدم لعروسة كده وبعدين الناس ثاني يعني بيغالوا في الأمر يقولوا لابدوا أن يدفع الحبق والنبأ وششتهموا على الطبع عشان يقدر إيه يشوف العروسة يعني الحبق ده اللي هو نعناع المدينة الحقيقة من الحاجات العظيمة جداً جداً وريحته العطرية جمدة جداً وريحته العطرية وعلى فكرة شموا نفسه بيفتح الجيوب الأنفية إلى أبعد الحدود ويشيل الانسدادات اللي موجودة فيها والزيوت الطيارة اللي فيه فبنتها القوة عشان كده إحنا فيه حاجات كتير جداً بيعملوها في النعناع مجرد زيت النعناع أو مجرد إن إحنا نحط النعناع كده هو حتى النعناع الجاف ونحط عليه موية بتغلي ونستنشق البقار بتاعه لإنه بيفت فيه زيوت الطيارة اللي بتفتحها الجيوب الأنفية وتفتحها إلى أبعد الحدود اشتركوا في القناة